في وصفة الدبابيس الدبابيس الفراخ بالبفالو سوس وهنتكلم البفالو سوس ممكن نستخدمه مع ايه تاني غير الدبابيس الفراخ يلا بيت يلا يا سمر دبابيس فراخ بسوس البفالو مقادرها كالتالي نص كيلو دبابيس فراخ معلقة بصل باودر ومعلقة توم باودر نص معلقة مستردة كوباية هوت سوس ايه هوت سوس ده اللي هو السوس الحار اللي بيقالونه محمر كده معلقة ورشستر سوس لو مش مويد ورشستر سوس ما توجعوش دماغه ما توجدوش تدورو عليه خلاص يعني لو مش بتستخدموه في البيت وعارفينو ممكن نستغنى عنو في الوصفة دي عادي جدا خمس معالق زبدة كوبايتين كاتشب ومعلقتين عسل نحل وملح وفلفل اسود الوصفة دي اخر طعامة فعايزكوا تجربوها هي بسيطة جدا وتعمة جدا بس طبعا للناس اللي بتقدر تتقبل الطعم الحار الطعم الحامي لو انتم عندو مشكلة مع الحاجات الحامية ممكن تقللوا كمية الهوت سوس او ممكن تستخدمو وصفات اخرى لان الوصفة دي حامية وطعمها حلوة وهي حامي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بزرطة هاي عايز اجيب اناء متوسط الحاجة وفي الاناء ده هاروح جاي هنا واخد من قدام سمر كده ده ببيس الفراخ حالو ها ها واخد ده ببيس الفراخ دي واروح حاطد ده ببيس الفراخ هنا في الاناء اللي اجبته ده وبعدين هاروح جايب لا ها اعمل حاجة تانية بقى عايز اجيب اناء اوسع ليا عشان عارفة قلب برحتي يالله ناخد بقى كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود فوق الفراغ هل كده خلاص؟ لا رشة كمان من البصل الباودر ورشة كمان من الجنزبيل الباودر ليه هنا مستخدمين بصل باودر مش بصل مفروم وليه مستخدمين جنزبيل باودر مش جنزبيل فرش مفروم علشان أنا عايز قوام سلس للسوس يعني عايز السوس يبقى عامل زي قوام الكاتشوب كده عامل زي قوام المستردة كده مش عايز يكون فيه أي كتل عايزه يبقى بالشكل ده فعشان كده قررنا انه إحنا نستخدم توابل مجففة مش توابل فرش ماشي أنا بحسب فيه أنا بحسب ده اسم شخص تسلمي طيب يلا منك يا سمرت أي وكده إحنا طلبنا دي سوتا بالفرديل لك بتتكلمنا آخر مكالمة قبل ما يطلع من الفاصل كانت طلبت مننا إنه إحنا نختارح عليها شكل مختلف لصدور البط فقوتنا إنه إحنا بنعمل كده دي بطاية جبناها خلناها خدنا الصدور وهي نية كده من غير ما نسلقها عملنا إيه؟ قطعناها يعني بعد ما خلينا السدر وسبنا الجلد عليه وتابلناها بالملح والفلفل وبعدين جبنا طاسة بردة مش سقعة بنحط السدر البطة على الجلد على ناحية الجلد في الطاسة وهي بردة ليه؟ عشان ما نستخدمش دهون عشان نخلي جلد سدر البطة يسلي وهو اللي يحمر سدر البطة هل كان البطة هتستوي أو سدر البطة هيستوي؟ بعد ما حمرنا البطة من الناحيتين وحطناها في حمرنا البطة من الناحيتين وحطناها في الفرن لمدة عشر دقايق كده هتكون السدر البطة استوي وهيبقى طري جدا وحلو جدا عملنا له بقى السوس اللي حضراتكم شايفينه ممكن نرجع تاني سدر البطة؟ اه يلا رجعي سدر البطة تاني فضل ده سوس لطيف جدا ينسون عملنا إيه بقى؟ عملنا معلقة من الزبدة وبعدين حطينا معلقة من الينسون ومعلقتين عسل اسود ملح وفلفل اسود وقلبنا وطبعا حطينا قبل كده بصل جوليان وشوحناه ده سوس هيتحطى على البطة بعد ما تتشوح وتخش الفرن وهي خارجة من الفرن تتحط في الطبق وتحط في فوقيها ايه؟ سوس العسل الاسود بالينسون ده فيه أغرب من كده؟ قلت يعني ايه؟ قريكي ممكن نعمل ايه؟ طيب هنيجي هنا نحط زيت في الطاسة وناخد بقى يلا يا سامر هاخد دبابيس الفراخ دبابيس الفراخ دي هاخدها هاخدها هنا في الطاسة تتحمر في الحقيقة انا عايز اشوحها طيب ليه هشوحها؟ هل انا سويها هنا بالكامل؟ لا انا دي هخليها تكمل التسوية بتاعتها في الفرن طيب ليه بعمل كده؟ عشان هاخد هنا طعم حلو جدا محتاجه محتاجه لإيه؟ محتاجه للبافلوسوس انا عايز البافلوسوس يبقى طعمه في طعم الدجاج فهعمل ايه؟ هتشوف حالا دوقتي هنعمل ايه؟ كده هنبص هنا بصة انا هنا شوحت الفراخ بعد ما ما نشوح الفراخ بنعمل ايه؟ هناخدها نحطها هنا في الصينية اللي قدامي دي وبعدين نشوف حالا وبعدين هنجيب بس بقيت الدبابيس لا ما انتي مش هت يوم ناخد هنا بقيت دبابيس الفراخ وفرحوا هواس كده فرحوا لتلت دبابيس هنحطوهم هنا وهنشوف بقى هنعمل ايه بالزبط حالا دلوقتي ايه ده صحيح يلا هاجي هنا كده ادي التقليبة حلوة لدبابيس الفراخ اللي على النار دي نحتاجش وقت كبير على النار هروح شايل الدبوس كده خلي بالكو اللي انا بعمله دلوقتي ده مش تسوية تامة انا لسه هكمل التسوية في الفرن ايه شايلين يسويها بشكل تام هنا يولا بينا شايفين الدبابيس اللي في الصناية دي هنعمل فيها ايه تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه هناخدها زي ما هي كده ونحط الصناية دي في الفرن نخلي الدبابيس تكمل تسويتها اللي هي وقت مش كبير على فكرة يعني تاخد في الفرن عشر دقايق بالكتير بعد ما تشوحت كده هتكون استويت وبقت زي الفل نخص بقى على السوس ودي خطوة مهمة جدا وحنشوف طريقة لطيفة جدا للسوس انا هنا لقيت انه مكان دي لقطة مهمة انا هنا لقيت انه مكان التشويح الفراخ اغمق الغمقان ده ساعات بيبقى طعم جيد ولما بيزيد عن حده بيبقى مرارة لو سود بيبقى مرارة فباعمل ايه بقى؟ باعمل التالي انا عايزة استخدم الزيت المنكة الزيت اللي طعمه تشويح فراخ بس مش عايزة استخدم الطاصة اللي بقى فيها مرارة فباعمل ايه؟ روح جاي كده جايب الزيت مصفيه هنا حال واروح جاي نستخدم نفس الزيت ده بعد ما صفيته في عمل البفالوسوس يلا يا سمر بالضبط هنحط السوس ده على النار ونطلع فاصل زي ما احنا اتفقنا انا وانتي اه خلي بالك هنعمل ايه؟ هننزل هنا بالزبدة يلا يا سمر نزلنا هنا بالزبدة وقبل ما تسيح الزبدة هكون نزلت بالتوم بالبصل الباودر عفوا والجنزبيل الباودر وما سيبهمش وقت كبير على النار بدي كانت تقليبة حلوة اطمم بس كده ان هم ايه؟ ان انا شمت رحيتهم كده طبما شمت رحيتهم يبقى هم تشوحوا كده زي الفل حلو جدا الكلام ده طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي دلوقتي نقدر ننزل بالوورشستر سوس اللي احنا قلنا لو مش موجود عندنا هنعمل ايه؟ ولا هنعمل اي حاجة عادي جدا الوصفة ينفع تكمل من غير الوورشستر سوس حلو جدا طب وبعدين تقليبة حلوة كده ننزل بالهوت سوس ندي تقليبة للهوت سوس وبعدين ننزل بالكاتشب سوس ده ينفع يتحط في التلاجة ويطلع يتحط على الاكل بارد او سخني بس هو طبعا بيبقى سخنة افضل شايفين الزيت والدهن اللي بره ده اللي هو الزبدة مع الزيت مع التقليب كده هيختفي تماما هيتجانس مع القوام نحط معلقة من العسل بس احنا كده خلصنا السوس ده هسيب السوس ده مع التقليب المستمر كده شايفين لونه حلو ازاي هسيب السوس ده كده مع التقليب المستمر على النار لمدة اربعة دقايق وهما دول مدة الفاصل القادم هناخد فاصل دلوقتي بعد الفاصل نرجع عن التواصل استنونا اللي جاي خطير جدا قبل الفاصل كنا حطين البفلوسوس على النار وكنا سايبين في نفس الوقت الدبابيس في الفرن نبص على الدبابيس كده بصة عشان نحطها في البفلوسوس ونتكلم عن تسويتها ونتكلم عن الخطوة التقالية يلا هناخد كده الدبابيس اللي خلاص يعني بقت نستوية قدامها بس دقيقة واحدة كده في السوس تشرب منه شوية كمية السوس دي ممكن تكون زيادة سنة لكن احنا مش هنقدمها بالكمية الكاملة من السوس دي هنشوف هنعمل ايه بالزبط ويه متأكد انه الوصفة دي هتعجبكو جدا يلا بينا هنسيبها كده على النار لمدة يدوبك كده كام سانية كمان وهنرفعها علشان نشوف بقى ازاي هنعمل الكيك كيك الشوكولاتة الله عليك يا وسلم يا سمر يلا نزللنا علشاشة بفضلك مقادير الكيك الفراخ دي كده بقت حالو جدا يلا هنشألها سوكنا يا سمر بيس الفراخ وإحنا بنقدمها قول يا سمر تبتقولي ايه كالعادة برضو ايه يعني سمر تخرج البرنامج او احمد عبد الحميدي خرج البرنامج فيهم عامل مشترك ان هم عايزين خاص بحلقة بسرعة لا انا في الحقيقة بمسوط جدا ان انا موجود مع حضراتكو بس طبعا في زميلنا في البرامج الاخرى محتاجين انه انا اطلع حالا دلوقتي دي كانت حلقة النهاردة ودي كانت وصفات النهاردة شايفين دبابيس البفالو سوس شكلها عامل ازاي نهاردة عملنا دبابيس بالبفالو سوس زي ما سمر بتواريكو كده وعملنا كمان فتت الفراخ بالزبادي وصوص الزبادي وعملنا كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة وكنا محضرين الدقة بس هنقول هادك المرة الجاية ان شاء الله احنا قسفين ان احنا بقولنا هالكيش في خلال الحلقة دي كانت حلقة النهاردة اتمنى انها تكون عجبتكو هشوفكو بكرا ان شاء الله لا مش بكرا هشوفكو السبت احنا بقينا سبت وحد واثنين هوا هشوفكو يوم السبت ان شاء الله على خير